السلام معكم عبود ماكسنج ومقطع جديد أتمنى المقطع هنا لإعجابكم وهذه حساباتي في الأنستا والسلام لو عندك قصة أوي شي تحب تكلم عنها وبس خذلك سناك أوي شي تحب تشربها ويلا ندخل في جو القصة هذه قصة حقيقية لأحد القصاصين في السعودية الذي ينفذ حكم الإعدام في المجرمين يحكي تفاصيل قصة أغرب شخص نفذ فيه حكم الإعدام في البداية يقول القصاص عن شخص تم تنفيذ فيه حكم الإعدام وقبل تنفيذ الحكم فيه طلبت إنه يصلي ركعتين ويطلب أي طلب يبغى قبل تنفيذ الحكم وكانت أصدد ما طلب مني السجارة وكان يقول نفذ الحكم وخلص عليها بسرعة نفذت الحكم عليه وبعدما خلصت جابه لي وانا فكر فيه الليل كله وش سالفت هذا الرجال وش قوة القلب هذي اللي عنده نمت ولما نصحيت الصباح قلت لازم أعرف وش سالفت هذا الرجال ورحت للقسم يلي كان مسجون فيه وقابلت واحد من الضباط يلي هنا كانت بيني وبينه معرضه وقعدت أسولف معاه وسألته عن الرجال اللي نفذت فيه حكم القصاص وش قصته وليه كان غريب كذا قال لي هذا الرجال اسمه أحمد وعمره 28 سنة وسالفته مرة غريبة كان الرجال عايش في خير أبوه وبعد وفاة أبوه كان يدرس وينجبر أنه يبطل الدراسة ويرعى ولدته كبيرة السن وبدأ يدور عن شوق عشان يلبي احتياجات ولدته مرت الأيام لحد ما حصل جارة كبير في السن وكان يعرف أبو أحمد وحب أنه يكسب فيه أجل ويشغله عنده في المحل محل الشايب هذا كان يبيع ثياء ولا أشمغة ولا قابل يعني محل مختص في بيع الزية الخليجي المهم ما صدق أحمد أنه حصل شوق وكان ماسك المحل وسمعة المحل مع الأيام صارت حلوة وصار معروف عن سمعة أحمد إنه شخص طيب وتعامله مع الناس مرة كويس بدأ يزيد أرباح المحل أحسن من اليوم اللي قبل والشايب ما قسر مع أحمد وكان كلما زادت أرباح المحل يزيد في راتب أحمد وقتها من دوامه لين البيت ومن المسجد إلى البيت وفي يوم من الأيام جاء شخص عند أحمد للمحل وكان شكله مرة غريب وبدأ يسولف مع أحمد ومع السوالف اكتشفوا إنه أعمارهم متقاربة وطلع هذا الشخص اسمه محمد ويقرب لأحمد من بعيد شوي وتعرف عليها أحمد لما اكتشف إنه قريب منه محمد طلب من أحمد رمز بي بي أم يلي هو كان برنامج التواصل للبلاك بيري وقتها وعطاه محمد وراح ولما نخلط دوامه أحمد روح البيت وقعد يعلم أمه السالفة كلها وقالها أنا اليوم قابلت في المحل واحد من أقاربي وما كنت أعرفه وبالصدفة عرفنا بعض ولما نسألتها أمه من هذا الشخص قال لها عنا وانصدمت الأم وزعلت من أحمد وقالت ابعد عنه ولا ما راح أرضى عنك أبدا وانصدم أحمد من ردة فعل أمه وقال لها اللي تشوفيناه بس هدي على نفسك انت عندك السكر والضغط ووعدك ما راح أكلمها أبدا وباس راسها وخارج من الغرفة وقعد يفكر حيل بالسالفة ومستغرب أحمد المهم التقى أحمد بمحمد ثانية وبدأ يسولف مع أحمد وتعرفوا على بعض أكثر وأكثر لحد ما جاء يوم من الأيام وكان يوم خميس دق محمد على أحمد وقال له أنا عازمك اليوم في الاستراحة في المكان الفلاني وترا كل الموجودين عيال في البداية رفض أحمد الفكرة تماما وقال ما يمديني أجيك أنا شخص عندي دوام وأمي وحدها في البيت وما أحد عندها وأعتذر منك أصر عليه محمد إنه يجي وبالغسب أقنع أحمد وقال له بمر عليه وبالفعل جاء محمد وأخذ أحمد معه ولما وصلوا عند الاستراحة كانت أصوات الأغاني مرة عالية ما أرتح أحمد وطلب منه محمد إنه يرجع للبيت ولكن محمد ضحك عليه وقال له ترى هذه سهرة عادية جدا قاعد أحمد يحاول فيه محمد لحد ما زهق محمد وراح جوه الاستراحة وأحمد إلحقه ويحصل شباب سكراني من الأخ حوالين هم بنات يرقصون قدامهم انصدم أحمد من المنظر قوة هذا أحمد ما عمره شاف أشياء مثل هذه أبدا ولا عمره جرب سجارة أو حشيش حتى أو غيرها فجأة وهم جالسين في الاستراحة جاءت واحدة وخلت أحمد يرقص معها بالغسب وهنا بدأ أحمد يضعف ويطور الوضع عند أحمد وصار يشرب ويتعاطى المخدرات معهم وصار الروتين بسبب الإدمان وبسبب أغوى محمد له جزء من يوم وصار محمد كلما يخلص دواما ساعة داعش في الليء يروح الاستراحة ويتعاطون للمخدرات استمروا على هذا الحال أيام مشهور طويلة لحد ما جاء يوم من الأيام وقتها كانوا مواصلين وما ناموا بسبب اللي يتعاطونه وقال لهم واحد من الشلة ما تحسون إنه صار لنا فترة وإحنا على هذا الحال نبغى شي جديد نسويه عشان نزيد المتعة أكثر فجأة سمعوا أصبات أطفال يلعبون بر المحل وجات في بالهم إنهم يخطفون واحد منهم وبالفعل خطفوا واحد من الأطفال وكان أحمد محمد ثلاثة من أصحابهم ودخلوا الإصراحة وكانوا متفقين مع صاحب الإصراحة وشووا في الولد كل أنواع المحرمات والعاذب الله وبعد ما خلصوا من الولد كان الولد يبكي ويصرخ ويبي يهرب منهم قام محمد وراح وأخذ سكين وذبح الطفل وفصل راسه عن جسد وبعدها أخذ محمد وأحمد جثته الولد ونظفوها بمواد كيميائية وحطوها وحرقوها وتخلصوا منها كليا ورجع أحمد لين البيت لين عند أم لما دخل أحمد وأمه كانت تصرخ عليه وعقله ما هو معاه أخذ المطرقة وبدأ يضرب على رأس أمه لحد ما فارقت الحياة وتوفر وبعد ما سوا كل هذا صحى على نفسه ومن الصدمة طلع من حالة السكرية اللي هو فيها دخل في صدمة وأول ما شاف أمه بهذا الوضع وقدها ميتها هرب وطلع من فوق الصور البيت وهرب عشان البيت يجلس مقفل من جوا وما أحد يعرف وبعد فترة بدأوا الناس يلاحظوا أنه أحمد مختفي وأمه كأنها حتى ما هي موجودة في البيت بس ما في أحد راح يسعل عن أحمد أو أمه في البيت جارة صاحب المحلي اللي كان يشتغل عنده أحمد بدأ يلاحظ أن أحمد ما يجي للدوام من فترة واستغرب الجارة وقرر أنه يزوره في البيت ورح لبيت أحمد ودق الباب لكن ما أحد رد عليه لا الأم ولا أحمد هنا شاي بخاف وبلغ الشرطة أن أحمد مختفي من فترة طويلة جاءت الشرطة للبيت وكسرت الباب ودخلوا البيت انصدموا أن في ريحة معفنة جوب البيت ودخلوا لين صالت البيت لقوا جثة أم أحمد وهي متوفية وصارت متحللة وبدأت حتى تتعفن لأنها صارت لها فترة طويلة الله يرحمها واللي قتلها ولدها أحمد وهشم راسها وشوها تشوي بعدها صارت الشرطة تحاول توصل لأحمد وما لقوا له أي أثر ولما جاء يوم من الأيام أحمد انجبر أنه يروح لينا شايب يبي منه فلوس رحب الشايب في أحمد وقعدوا يسولفو شوي وبعدها خلف الشايب عليه أنه يروح معاه البيت ويقعدوا يخلصوا سوالفو الشايب كان متأكد أنه أحمد هو اللي قتل أمه بعدها الشايب قال لأحمد انتظرني دقائق بروح دورة المياه ورجع لك عشان ما كان يبي يخلي أحمد يحس بشاي وراح الشايب من عند أحمد وبلغ الشرطة أن أحمد عنده في البيت وجاءت الشرطة ومسكوا أحمد وأخذوه لينا التحقيق طبعا أحمد كان بوقتها ناكر كل شيء ومع يعترف لا بجريمة الطفل ولا بجريمة أمه ولا حد داري عن شيء لحد ما قعدوا يدوروا عن أي شخص كان أحمد قريب منه ومع البحث استمروا راحوا البيت محمد ومسكوه وجابوه معهم على التحقيق طبعا محمد وأحمد بعد ما ضغطوا عليهم بالتحقيق ما نكروا يلي يسونا واعترفوه بكل شيء كانوا يسوه ومسكت الشرطة باقي الشباب المتهمين مع أحمد وخالد يلي قتلوا الطفل من قبل وانحكم علي أحمد حكم الأعدام وتم تنفيذ عليه حكم الأعدام هذه قصة اليوم أتمنى تنال إعجابكم لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة ونشوفكم في المقطع الجاي بإذن الله سلام